مستمعين مستمعات إذا أتمنى صوت لهم مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج لسيتوين دو دمان تبنت مكونات الحراك الشعبي في الجزائر المقاومة الشعبية بأجل البيئة معلنة اعتراضها على قرار الرئيس عبد المجيد تبون خلال أول إطلالة تلفزيونية له قبل يومين التوجه نحو استغلال الغاز الصخري في منطقة الجنوب والصحراء وغطت قضية الغاز الصخري على مطالب السياسية في مظاهرات الجمعة 49 للحراك الشعبي حيث رفعت لافتات وشعارات تندد بتوجه السلطة الجديدة إلى إعادة بعث خطة استغلال الغاز الصخري ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن رفضهم لا لاستغلال الغاز الصخري ولا للبيع الصحراء إذا أعتمنى صوت لهم رصدت لكم أراء بعض المواطنين فيما يخص مشروع الغاز الصخري هل سمعت إجابة قضية الغاز الصخري؟ حجبين هذه القضية رأي قضية رأي العاب ورأي الخاص قبل الجميع وش رأيك فيه هذه القضية؟ طبعاً والله هي قضية شيقة وشيقة في نفس الوقت نقدر نقوله أنها مفيدة ولكن في نفس الوقت ظهرها وأنت في رأيك هل هو الوقت المناسب لتطرق لهذه القضية؟ أنا نظن ما ذال الوقت شوية طبعاً هو متواجد في السحراء الجزائرية وفي مناطق خاصة أصبحت عمرانية طبعاً كالإشكالية رأي كي كان بالنسبة للسكان فما بيسك يقول لك كين اللي رأيه بار ويقول لك لي ما عنده حتى خلفيا ولكن مدام صرات كما يقولوا هذه السراعات فيها إنه وانترى كم ضدوا مع استقلال هذه الطاقة؟ عدنا طاقات بديل آخرى عدنا شغير الصخري تقريباً تقريباً تقول لي لأنه قد عدنا طاقة وحدة آخرى عدنا طاقة طبيعية عدنا الله يبارك عدنا الذهب عدنا الفصفات عدنا الحديد عدنا بزيف سوالح ماشي حتى نروح العفسة هذه والله أنا ما عنديش اتلاعة كبيرة على هاد القضية لأنه مش كتير مهتمة بهاد القضية لكن عندي فكرة عامة على هاد الموضوع الغاز الصخري هي قولوا هي فكرة تعودت طرحات المرة تانية كان من الرئيس السابق ولا الرئيس الحالي تاني يعود طرح هاد الفكرة ولأنه هاد الفكرة رهي تقابلها قولوا معارضة كبيرة سخطو من طرف سكان صحراء لأنه عندها أضرار كبيرة على البيئة هاد الطاقة هي صح مفيدة هي صح عندها مدخول كبير تقدر تفيد بها الخازيلة العمومية تاعد الدولة ولأنه فيها أضرار كبيرة تأثر على الإنسان الحيوان لازم لها عندها تيكنيك لي لازم يتبعوها وإحنا بالإمكانيات اللي رمعدنا دوكان نشوف إنه مستحيل لاحي يكونوا عندما نقولوا وانطبقا مستحيل يقدروا يتبقوا هاد الطريقة باش يستخرجوا هدي عندنا بالك أنا باش نستعمل الغاز الصخري ونجبدو عندنا طاقات وأخرى نقدروا نستغلها مثلا في الصحراء أنا ركزوا على مطيقة الصحراء لي فيها الغاز الصخري عندنا طاقة له هي جد مهمة وبالك احنا رأنا من أوائل في العالم فهذا الموضوع ليها الطاقة الشمسية علش روحنا الغاز الصخري وخلينا الطاقة الشمسية اللي هي البسيطة وإمكانيات بسيطة تقدر تستغل هاد الطاقة طوك أنا من ناس اللي معارضين هاد القرآن لأنه كما يقول لك أهل مكة أذرة بشعابيها بشعابيها والنس تاع الصحراء هم معارضين إذن هم عم بالهم وش كانين وش ما كانش وفرأيك تطرق الرئيسة بالمجيد تبون لهذا الموضوع لهذا القضية في هذا الوقت هل هو الوقت المناسب لتطرق له ولا أنا حنجاوبك بالإجابة ديالو اللي طرحوها له ما هي أولوياته أولويات الرئيس في البرنامج الرئاسي ديالو أنا جامي اسمعت الرئيس عبد المجيد تبون الأوليوية تعوه الغاز الصخري أوليوية تعنمو كانت هي استرداد الأموال منهوبة تعديل الدستور هذا البرنامج ديالو مكاش يحتوي على الغاز الصخري لماذا في هذا الوقت طرح هذا الموضوع هناك لا أدري هما استفهام عالم تستفهام في هذا الموضوع علاش هو أسكه هو نشوفه إحنا الغاز الصخري أسكراه أولوية على الخزينة العمومية وفي وقت رأنا نشوفه الناس رأي داو سعي الحليب وعلى المعباش المواد الأولي يره الناس لهنا الغاز الصخري لنمو عندنا موضوع لعنده أولويات قبل ما لحقوا هذا الموضوع لا موش الوقت المناسب للحديث على قضية الغاز الصخري كان نرمامو أجل هذه القضية بعد عام أو عامين لكن أولويات أسبق من هذه القضية هل أنت مع أو ضد استغلال هذا الطاقة؟ أنا ضد استغلال طاقة الغاز الصخري يعني كاين بزاف يعني طورق وبزاف طاقات نقدرون نستعملوها بدأ معنا الطاقة الشمسية وانا طاقة الرياح وانا مازال كاين البترول ومازال نستعملو حتى في الفلاحة وحتى في سياحة أنه قضية الغاز الصخري وكان معنا حتى طاقة ومعنا حتى حول البديلة نستعملو هذي الطاقة يعني بدأ معنا بزاف حلول أنه نفضل هيا آخر حل يعني نقدروا نستعملوه طاقة الشمسية مسينيه ومعالي الزالمون بشعود رجاء هذا المشروع طاقة الشمسية ومن هذه الطاقة السخرية هذي أنه طريقة ذاكية لإلغاء هذا المشروع مشروع غاز صخري لنظام السابق أنه بالك توطال شركة توطال كونسينية اتفاقية من هذي الجهة راحت العصابة والعصابة دخلوا للسجن بطريقة ذاكية طرح هذا الرئيس عبد المجيد تبون المشروع هدايا والشعب رفضوا رفض تام حتى في الحراك حتى في الناس اللي كانت مع الانتخابات ولا ما رفضوه رفض تام لاحظوا يعني في المظاهرات هذه الجمعة أو الثلاثة الماضي تكلموا عنك متظاهرين على رفضهم لاستغلال غاز صخري تتكلموا متظاهرين على المشروع غاز صخري ورفضوه رفض تام حتى الناس اللي كانت لتساند رئيس الجمهورية وليساند الانتخابات واللي كانت ضد الحراك ولان شعب جزائري بصفة عام مرفض كامل مشروع الغاز صخري وانا بموجة نظري ولا حسب وش سمحت محللين سياسيين يقلك بلي طريقة ذكية لرفض المشروع بعد ما كانت اتفاقية مع شركة توطر استعمال الشاب كوسيلة لرفض مشروع الغاز صخري نشكركم على الحسن المتابعة والإصغاء ونقركم إلى اللقاء في عدد آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة